معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة بغداد الدكتور هشام الهاشمي خبير الجماعات المتشددة مرحبا بك معنا إلى السوديو الآن دكتور هشام اليوم انهزم داعش في الموصل ولو أن هناك بعض المقاتلين الموجودين في الموصل القديمة أريد أن أسألك من خلال خبرتك ما هي استراتيجية داعش القادمة في العراق هل يعول القادة والعناصر المتبقون الذين ربما ذهبوا إلى الصحاري إلى المناطق النائية وانتشروا هناك هل يعولون مستقبلا على البقاء في العراق على استعادة قوتهم بالعراق أم أنهم لا يعولون شيئا إلا على ما تبقى لهم من سوريا حقيقة أظنهم سوف يعانون من مرحلة التحول من أرض التمكين إلى أرض ما تعرف بأرض قتال العصابات وحيث هم غير ممكنين في مسك الأرض وهذا النوع من التحول سوف يكلفهم الكثير أولا أعباء من بقي من الأعداد الموجودة وهي عبارة عن فلول تحتاج إلى وثائق رسمية مزورة وأيضا تحتاج إلى بيوتات وبدل إيجار وأيضا أموال كبيرة إذن تحركتهم الآن صعبة جدا من؟ بالضبط هذا التحول سيكلفهم الكثير من المال وهم يعانون أزمة مالية كبيرة أخرى أن كثير من هؤلاء سوف يدخلون ضمن دائرة الشك على اعتبار أنهم اطلعوا على كثير من المعلومات والكثير من الأسماء أعتقد أن هذا التنظيم سوف يعمل بطريقة قدرة على زجهم بعمليات انغماسية وانتحارية لا لأجل النكاية بالقوات المحررة وإنما هو ليتخلص منهم أولا ثم بعد ذلك ليحاول أن تكون له فرصة للملمة جراحاته ضمن عملية التحول من يراقب هذه التنظيمات يعلم أنها ليست قدرة وخبيثة فحسب على المدنيين وعلى القانون والنظام وإنما هم قدرة وخبيثة حتى في استخدام من هو في معيتهم من جنودهم سنرى الكثير من العمليات الانتحارية وربما حتى تلك العمليات التي تنتهي باختيالات ضمن فتاوى هم يعتمدونها أنهم إماضة الأذى عن الطريق بمعنى أن هؤلاء سوف يكونون أذى في طريق التنظيم في مرحلة التحول وهذه من أصعب المراحل لأنهم مثل الثور الذي أصابته سهام متعددة وبالتالي هو يريد أن يتخلص الكثير من عبائه هذه حالة الحالة الأخرى أنهم لا يستطيعون أن يقوموا بعمليات تعرضية واسعة سوف يقومون بعمليات أجل لا مواجهات لا مواجهات هم فقدوا القدرة على أن تكون لديهم وحدات معرقلة في قلب الخلافة في الموصل فكيف بمناطق أخرى القوات المشتركة العراقية ارتفعت معنوياتها ربما تذهب بقوتين قوة لتحرير الحويجة وأخرى إلى تل عفر على اعتبار أن خسارتهم للمدينة القديمة سوف ينهار معها الكثير من القلاع والبؤر الصعبة التي كان التنظيم يعتز بها منها الحويجة والقائم وتل عفر طبعا ننوه إلى العاجل الذي ورد قبل قليل نقلا عن التحالف الدولي بأن تحرير الموصل بشكل كامل سيكون خلال أيام قليلة وفق ما وردنا قبل قليل أعود النقاش معك وتحدث عن المرحلة القادمة بأنها ستكون أصعب وأنها لا تحتوي على مواجهات وربما الاحتمال الأكبر أن يكون موضوع انغماس تفجيرات هنا وهناك وتصفية ضمن صفوف التنظيم نفسه هل القوات العراقية اليوم وقوات التحالف الدولي مستعدة برأيك لمثل هذه المرحلة كي لا تكون طويلة وخاصة أنها اليوم تختلف عن مهارك الموصل هناك مساحات من الأراضي يسيطر عليها داعش كان في الموصل هناك أعداد كبيرة من المدنيين والعوائل اليوم الجغرافية تغيرت واستراتيجية الحرب تغيرت الحقيقة ما يمتلكه اليوم العراق والتحالف الدولي يمتلكون خمسة أشياء مهمة من هذه التجربة تجربة الحرب مع تنظيم داعش لعامين ونصف أو أكثر بقليل يمتلكون بنك من المعلومات يمتلكون رؤية حقيقية للهيكل التنظيمي أيضا يمتلكون القدرة على متابعة منابع تمويل الإرهاب أيضا يمتلكون القدرة على محاكاة أساليبه القتالية وتكتيكاته الأمنية وأكثر من ذلك هم أصبحت لديهم مصادر مباشرة داخل الخطوط المتقدمة في هذا التنظيم الإرهابي هذا الإنجاز وحده سوف يشتث هذا التنظيم من جذوره الظاهرة والمعلنة ربما تبقى هنا وهناك أفكار هناك استراتيجيات أممية ومحلية وإقليمية سوف تتكاتف مع بعضها البعض للقضاء على الإرهاب واشتثاثه من جذوره الفكرية والثقافية التي تركها في المنطقة المحتلة الأنباء تحدثت بشكل متتالي عن أن البغدادي قتل ولكن لا أنباء مؤكدة حتى الآن ومصادر أخرى قالت أنه منذ فترة انتقل إلى سوريا إلى مناطق في سوريا ربما في ريف دار الزور في البادية السورية لا أحد يعلم هذا يعني بأن كبار القادة المتبقين من تنظيم داعش هم أيضا موجودون في سوريا على ماذا ينوون؟ ما هي خططهم اليوم في سوريا؟ هل السيناريو العراق سيتكرر في سوريا ذاته؟ خاصة أن التحالف أيضا يقاتل داعش في سوريا كما يقاتل في العراق وهناك قوات سوريا الديمقراطية والجيش الحر أيضا يقاتلان داعش على الأرض في سوريا ما الذي يفكر به داعش أو استراتيجيته في سوريا اليوم إن كان الثقل القادة موجودين فعليا في سوريا؟ حقيقة سوف ينحصر سريعا في سوريا وهذا واضح في معاركه في الرقة وأيضا خساراته المتتابعة وهي كثيرة في الجغرافية السورية لكنه سوف يعيد تأهيل نفسه لا كدولة للخلافة المزعومة وإنما كتنظيم سري وهذا يحتاج إلى مرحلة ربما لشهرين أو ثلاثة حتى يعيد ترتيب تلك الهيكلية أما مجهولية مصير البغدادي هذه نقطة إيجابية في حق التحالفات بالضد من هذا التنظيم المتطرف على اعتبار أنه متى ما تقرر مجهولية الخليفة المزعوم أصبحت بيعته غير ملزمة لكل من يؤمن به وهذه حقيقة تصف في مصلحة التحالفات بالضد من هذا التنظيم المتطرف شكرا جزيلا دكتور هشام الهاشمي الخبير في الجماعات المتشددة متحدثا إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من بغداد ترجمة نانسي قنقر